بسم الله الرحمن الرحيم متابعي قناة قلعة الفيزياء مرحبا بكم فيديو جديد دائما في سلسلة الفيديوهات التي تنتحدثون خلالها على مباراة الولوج لتانويات تميز بن قرير لموسم 2020-2021 إذن وردتني مجموعة الأسئلة ومجموعة الرسائل ومجموعة التساؤلات من طرف التلاميذ بخصوص سؤال الأساسي هو الموعد للتسجيل فوقها واش تفتح تسجيل فوقها شغير تفتح إلى غير ذلك كان بعض الأخبار رائجة بأن امتحانات الكتابية واش بأنها ما غتكون شهد السنة يعني الرائز سيتم فقط الاكتفاء بالنقاط أو المعدلات ديال التلاميذ من أجل الانتقاء إذن كان مجموعة ديال التساؤلات في هذا الموضوع عادة اللي غا نحاول إن شاء الله نعطيكم كفكرة عامة يعني ما هو متوفر لحد الآن بشكل رسمي ومن سبيل الموعد للتسجيل إذن لحد الآن ما زال حتى شي واحد ما تعرف الموعد للتسجيل أو فوقها شغير تفتح الموقع للتسجيل إذن ما زال يعني الموقع الرسمي ديال المؤسسة إذن ما زال ما فيش أي تحديث ما زال فيه التاريخ ديال السنة الماضية يعني ديال 2019 كان بدأت تسجيل في أبريل وسالة ربما تنظن في شهر يونيو أو تقريبا يعني ذك شي ديال اللي عملي فاتينا ما زال ما تمشي تحديث قاع ديال التاريخ المتعلق بالسجيل يعني ما زال ليس هناك أي جديد أي موعد رسمي خصوص فوقها شغير تبدأ عملية السجيل طوك هذا بخصوص لموعد ديال التسجيل هذا ما زال ما معرف وحتى واحد ما تعرف لي حد الآن بالنسبة لطرق الانتقاء طرق الانتقاء كما قدرنا في الفيديو اللي قبل إذن كانت في السنوات الماضية يتم أساسا تركيز يعني الانتقاء الأولي يتم بناءا على على النقاط ديال الامتحانات خصوصا الامتحان الجهوي ديالآخر السنة يعني النقاط ديال مختلف المواد اللي تدوز يعني كان يتم التركيز يعني على هذا الامتحان هذا هذا هو اللي يحدد أو يحدد اللائحة ديال الناس اللي تم الانتقاء ديالكم بشكل أولي ولا إذا كان يتم الاعتماد على نقاط الامتحان الجهوي هات السنة إذن تنعيشوا وضع خاص تنعيشوا ظروف خاصة ديال هذا الحجر الصحي بالتالي يعني مجموعة لم تدوزوش الامتحان الجهوي ديالآخر السنة إذن كانت أخبارك تروج في البداية دياله ذاك بأن هذا العام سيتم الاعتماد على نقاط الامتحان المحلي في الامتحان المحلي فما فوقعات يعطيك الحق ربما ترشح وإن كنا قلنا في الفيديو اللي قبل بأنه ماشي شي حاجة رسمية إذن فقط تتبقى أخبار رائجة من عند بعض الأساسي دائلا غاديك ما كي شي حاجة رسمية صراحة ما كيناش شي حاجة مؤكدة ما كيناش مؤخرا غي مؤخرا دونك شي أستاذة ربما اللي كتتدرس بها التانوية درت ربما شي لايف أو شي حاجة يعني تحدثت على أن هات السنة ربما بأن الروائز الكتابية تقدر ما غا تكونش يعني ما غا يعتمدوش على الروائز الكتابية إذن فقط سيتم الانتقاء بناء على النقاط اللي جو تشوف السنوات ديال الإعداد يعني غا يشوفوا النقطة ديال الأولى إعدادي والمعدل ديال الثانية إعدادي وغا يتم بسبب التالتة إعدادي غير ذك الدروس أو الامتحانات اللي تنجزت حضوريا يعني فقط ذك الشي اللي قريتي فلا كلاس يعني غالي من الدورة الأولى والامتحانات اللي نجزتي في الدورة الثانية يعني المعدل اللي غا تحصل عليه هات السنة ديال الثالثة إعدادي إذن هذي الطريقة ربما قلك اللي غا يتم الاعتماد عليها يعني فقط المعدل ديال الأولى إعدادي والثانية إعدادي ومعدل ديال الثالثة إعدادي غا يشوفه فقط يعني ذك الشي الأساسي ديال الدورة الأولى يعني اللي مرتبط بالدورة الأولى يعني صراحة هناك مزاف ديال الأسئلة ما زال ما واضحة شهنا إذن على أين هذه تتبقى فقط يعني فقط تتبقى يعني أخبار يعني غير مؤكدة غير رسمية يعني ممكن ممكن تطبق هذه المسألة ممكن يحيدوا يعني الروائز الكتابية يعني يقدروا ما يخدموش بهات لأن هذا الرائز الكتابي كين مش كين مش تنجزوا في هذه المرحلة هذي في الخصوص كين مثلا عرفوا هذا الحجر الصحيين كين مينطقة اللي يمكن كله ما يتنقلوا كين مينطقة اللي ممكن لاش تنقل وبالتالي هنا يعني كين مجموعة ديال المشاكل اللي متروحة وبالتالي يجعل أنه من الصعوبة إنجاز هذا الرائز في هذه الدرفية بالخصوص ولكن يعني هذه تتبقى فقط أخبار يعني تقدر تكون صحيحة تقدر تطبق تقدر تعليل عليها المؤسسة في أي لحظة بشكل رسمي تقدر توضعها في الموقع رسمي دياله ولكن لحد الآن فهي تتبقى فقط أخبار متناترة يعني هنا وهناك من بعد التلاميذ من بعد الأساسي ده يعني صراحة ما كين شي حاجة رسمية إذن ما مشيتا نقول لكم بأن الرائز الكتابية راما غا تكونش ما ما نقولوا الرائز ما غا تكونش معادا حتى يخرج تسجيل ويحدد لك طريقة باش غا يتم هاد العملية تسجيل ويحدد لك بشكل رسمي يعني بشكل رسمي حتى وضعها في الموقع الرسمي دياله معاد نقدرون معرفو شنو كين دونك هذي فقط يعني كفكرة باش تنويرا للرأي ديال التلاميذ اللي سيطرحوا هذي المجموعة ديال هذي تساؤلات بخصوص هذي العملية هذي دونك يعني الفكرة العامة ديال هذي الفيديو هذي إذا الموعي تسجيل فهو ما زال ما محددش صراحة الطريقة ديال الانتقاء كيلي تقولك بان الروائز ستولغى هذي السنة هذي أي تم فقط الاعتبال على المعدلات ديال الأولى إعدادة والثانية إعدادة والثالثة إعدادة ديالك شيندرته في الكلاس ماشي شي حاجة رسمية ماشي شي خبار رسمي مؤكد أي شيء دونك باش تطالعوا على أي حاجة جديدة رسمية ديال التانوية اللي هو www.lidex.ma هذي هو الموقع الرسمي ديال المؤسسة وتمشون لبرتي ديال الانسكريبسيو هتلاحظوا ما زال ما كينتش تحديد يعني ما زال دكش القديم ديال العام ديال العام اللي فات هذا كل ما يخص هذي الفيديو هذي اللي حاولت خلالها نجاوب على مختلف هذي الرسائل اللي تيوصلوني وهذي المساجات اللي تيوصلوني وأي جديد إن شاء الله أي جديد بأي جديد يكون بشكل رسمي معلومات رسمية بخصوص هذي التانوية رأى أكيد غالتقاسمه معاكم في هذي القناة إذن معلكم إلا تفعلوا زر الاشتراك باش يوصلكم أي جديد كنوضع في هذي القناة بإذن الله اشتركوا في القناة